أهلا بحضراتكم بدأ خلاص فصل الشتاء بمشاكله المعتادة وبدأت الاستعدادات في البيوت لمواجهة أمراض الشتاء خاصة عند الأطفال في المدارس بعض الناس بتلجأ للطرق تقليدية والبعض التاني بيفضل الفيتامينات والأمصال وفي مجموعة تالتة بقى بتركز على الأغذية الصحية اللي بتقوي جهاز المناعة عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي نحمي أبنائنا من أمراض الشتاء مع ضيفتنا دكتورة ماروانوح استشارية تغذية العلاجية صباح الخير عليك دكتورة صباح الفل يا دكتورة صباح الجمال ازاي نشتغل على جهاز المناعة مبدئين بس على اللي انت قلته هي السابلمنت أو المكملات الغذائية مش هتغني عن الأكل الصحي يعني لا غنى عن الأكل الصحي وكمله أو دعمه بالمكملات مش العكس يعني فيه ناس بتعتمد انها بتاكلش صحي خالص تقولك هاخد فيتامينات هاخد فيتامين سي بايو افليبيلتي أو انتصاص العناصر دي من الأكل الطبيعي مختلف خالص عن انتصاصه من المكملات الغذائية فلا غنى عن كده طبعا دي مسؤولية كل بيت وكل أم زي ما بنتكلم في كل سنة يمكن وقت الكوفيد أو الكورونا كنا كلنا مهتمين بمنعاتنا كلنا كلنا ماشيين بمكملات روتين لي كلنا كذا طبعا هي الكتير منها له أضرار مش هفوض ان احنا ناخد أي حاجة بصورة عشوائية لازم يبقى برضو تحت إشراف طبيب ولغنا عن أخد المكملات الغذائية من الأكل الطبيعي زي ما قلت وأولا يمكن ناس تتخض الماء الماء مهمة جدا ويمكن برضو وقت الكوفيد كفيرل انفكشن أو كفيروس كان بيعمل أمراض معاينة زي الانفلوانزا مثلا الماء مهمة جدا 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 وهي الماء بتتنسي في فصل الشتاء كمان فمش عايزين ننسيها خالص مهمة جدا للمنيعة مهمة جدا للغشاء المخاطس اللي بيبقى في الجيوب الأنفية مثلا في الجلد ويمكن دول خلط الدفاع الأول ضد أي ميكروب بيخش الجسم بس هم نمتين بنعوضها بالمشروبات السخنة لتنين نorro ممكن لتنين يعني المشروبات السخنة اللي فيها كافين مبتغنيش لأن الكافين مدر للهم فبيطلع مية برى الجسم فممكن الحاجات زي الجنزبيل واموم الكمون الانسون مفيش مشكلة في الحاجات السخنة دي خالص النوع من الهايدر inm او ان الجسم ياخد ميا والميا في صورتها الطبيعية ممكن أخد عليها تع Barnsha Bluetooth عليها عصرة لمون عليها إرف عليها كل الحاجات الطبيعية دة فيش فيها مشكلة زي ما قلنا بتساعد الجسم أن يتخلص من السموم والبكتيريا والفيروسات بتساعد خط الدفاع الأول زي الغشاء المخاطئ والجلد وكمان بتساعد الأكل اللي احنا بناخده بتساعد على عملية الهضم وامتصاص الأكل وأن النيوترس دي تتوزع للجسم كله خلال الدم اللي هو المكون الرئيسي منه الميا لأن 60-70% من أجسامنا ميا فالميا بس بتتنسي شوية بفصل الشتاء ومسلا زي الأطفال ما بيشربوش المشروبات دي احنا ممكن يكون بنشرب حاجات سخنة طول ما احنا قاعدين بس الأطفال ما بتشربش يعني الأمهات يريد تركز مع ولدها أحسن من العصاير وأحسن من المشروبات الغذية خالية الفايدة وفيها سكر يمكن بيقلل المناعة كمان يركزوا معهم شوية في الميا بأي صورة من الصور وكمان الميا موجودة في الفكهة والخضار يعني الفكهة والخضار كمان فيه من نسبة ميا ودي احنا هنركز عليه دلوقتي في العناصر الغذائية اللي كمان بتزود المناعة فيه أمهات كتير قوي تفضل تقول أنا ابني بيجي له دور برد بعد دور برد كل شوية ما بيحقش يسلم الدور ده من الدور ده فازاي قداروا يعرفوا لو الابن ده أو البنت ده عندهم منع ضعيفة من ده من هما كل شوية بيلقطوا أي عدوة يعني احنا ممكن تبقى فيه عدوة في الفصل تلاقي عشر لقطه وعشر لأ واللي بيلقط من العشرة دول ممكن تليه بيعيا مع واحد في البيت واحد في المدرسة واحد كده اللي بيلقطوا عدوة كتير حتى إحنا الكبار بيبقى منعيتهم ضعيفة فعلا في معرضين أنهم يلقطوا أي أمراض الأم لازم تركز إحنا عندنا استسهال شوية لا يا مامي أنا عايز أطلب لا يا مامي أنا عايز حلويات لا يا مامي عايز عطاير بقى مثلا بكتة العصير دي أساسي في اللونش بوكس في المدرسة طب بكتة العصير دي إيه فايداتها للولاد يعني حتى مش عصير طبيعي فيه شوية فيتامينات عبارة عن سكر ومواد حفظة وألوان صناعية دي حاجة تاني حاجة فيه موضة طالعة كده مع التينيجرز والولاد الصغيرين كلهم كلهم ما بيكلوش فاكهة وخضار خالص أكيد سمعتوها كلهم ما بيحبوش البروتين بيأكلوا الناجت والحاجات المصنعة والحاجات المقلية بصورة رهيبة كلهم بقى طبعا الدليفري سهل جدا ومن أبس والولاد كلهم بقوا شاطرين جدا في استخدام الموبايل فكلهم طول النهار عايزين يطلبوا أكل من بره وزي ما بيقول طوله بيعاقبوا الأمهات طب مشواك طب عارف يا دكتور في بعض الأمهات بتقول ايه بتقول انه أنا ابني مولود كده يعني مناعته ضعيفة فهل ينفع المولود كده ده منعته تقوى مع الوقت ولا هي بتبقى كده لا طبعا احنا جهاز المناعي بيتبني زي جهاز العظم بتاعنا زي جسمنا كله بيتبني دي خلايا في الجسم فبنعرف نبنيها صح لما بناخد العناصر الصح اللي بتخليها تتكون صح مناعته ضعيفة ممكن تكون الأم كان بتاكل غلط لأن احنا المناعة بتبقى مكتسبة والولاد صغيرين من الأم من الحمل وبعد كده من لبن الأم أول سنتين فالباسف ايميونيتي دي فهي الحاجات دي بتتاخد من الأم لو الأم مش بتاكل صح مش تدي العناصر لتبني الجهاز المناعي الصح بس ممكن بعد كده إما الولاد يبتدي يأكل نأويله جهاز المناعة بالأكل الصح ده المكون الرئيسي اللي يخلي المناعة تتكون صح أو الخلايا المناعية تتكون بصورة صحيحة وانت بتتكلم دلوقتي عن الأطفال والشباب اللي دايما متعاودين انهم ما يأكلوا من بره احنا اللي عودناها مصلوه مش نازل من بطن وممطو متعاودين ويأكل من بره احنا جلنا يمكن وإحنا صغارين ما كانش فيه مثلا التكنولوجي الجامد قوي ان احنا نعرف نطلب طول ما احنا قاعدين كان فيه كمان التنوع في المطاعم الفضيع كان فيه وقت معاين بيقفلوا فيه كنا لازم حد ينزل عشان يجيب لنا فالأجيال يعني حتى أهلينا زمان ما بنتكلم على الأكل يقولك الأمراض دلوقتي كترت قوي السكر والكولسترول وأمراض القلب ويقولك زمان كانوا بيأكلوا بسامنة بلد دي وبيحطوا حاجات كتير ما كانش فيه الأمراض دي ليه؟ شكرا الأكل طبيعي الأكل في مواعيد معينة الأكل من البيت فاحنا عارفين مصادره عارفين طبخينه ازاي عارفين نوع الدهون حتى اللي محطوط دلوقتي بقاش كده بقى أغلب الأكل من بره والواجبات السريعة والحياة السريعة والرتم السريح حتى المدارس بس هنا أنا برضو يعني هلوم على الأمهات شوية لأن هم طبيقة الأكل اللي بيعملوه مش دال للأطفال بيحبوه دلوقتي احنا ممكن نستخدم نفس الحاجات نفس الخضروات والفراخ واللحمة ونعمل بيها أكلة هم يحبوها هم بيأكلوها من بره قريدي بالزبط وده يمكن اللي احنا كأخصائيين تخزيري بتادينا على السوشيال ميديا نبتدي نعمل كده يا محمد بتادينا نطبخ الحاجات النيوترس ما هو بقى أنا نسلق الفرخة وحط جماعة روز ده حتى الكبار يا عبوس انت بتتكلم مش قادر هي حتى الكبار ما بقاش قنسبت ان احنا نشرب شرب خضار واحنا عينين زي 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 ما نحط عليه عصرة لمون ممكن نعمل نفس الخضرات في صورة شربة بصورة تانية خالص ممكن نعمل البيتزا اللي بيحبوها وندخل فيها كل العناصر الغذائية اللي عايزين ياخدوها ونستخدم نشويات صحية ممكن نعمل البروتين اللي بيحبوه زي ما بنقول الناجتس والبرجرس والحاجات دي بلحمة احنا عارفين مصدرها بدهون احنا عارفين مصدرها نحط التوابل اللي بتخلي طعمها حالو دلاتي بقى فيه كل الحاجات حتى اللي تخليلي ده شكله بيرجر وتتحمر من غير تحمير زي القلالة الهوائية مثلا ونمنع الدهون الكتيرة ونمنع الدهون المهدرجة ونمنع حتى ده مش بروتين يعني حتى ما بنجيب لهم من بره بيرجر وانتش عارفين ده لحمة اصلا شعفين مكوناته ايه والبروتين تكوين اساسي في الخلية وفي الهرمونات فحتى النمو ما بيبقاش صحنا عندنا دلوقتي مشكلة غير المناعة كمان نمو والاطفال ما بقاش صح عندهم لخبطة بنات وولاد في الهرمونات رهيبة من كتر المواد الغذائية الغلط اللي بتخش لهم بدك تموش ايزا بقى نقف عند الحتة ده مهمة جدا 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 لما احنا كتير قوي بنقعد حتى بين الناس بقى دلوقتي فيه ترياءة على ده فيه غلط بسبب الفراخ البيضة مثلا يقولك كده يقولك فيه غلط في الهرمونات الكلام ده حقيقي الكلام ده حقيقي مش عشان الفراخ ما فيهاش بروتين علشان الاكل اللي بتاكله بل يلا هرمونات عشان تكبر بصرة ده فرق بين الفرق اما تمسكي فرخة بلدي وفرخة بيضة الفرق بين الاتنين فرختين الاكل اللي بيكلوه اللي بيخلي النمو بتاعهم مختلف وانت في الاخر ما بتاكل الفرخة بتاكل اللي هي وكلها ما هي كبرت الانسجة بتاعتها كبرت بالاكل ده ففعلا بيدوا هرمونات عشان تكبرها أسرع واحنا بناخد الهرمونات دي ففعلا بتأثر دي حاجة دي فعلا مقولة دي صح بس اعتقد ان احنا لازم في وقت ان الاوقات نعتمد على الفيتامينات لو ابني مثلا محتاج فيتامين دال مثلا فيتامين دال طبعا من الحاجات النقصة قوي عند الكبر والصغيرين وكمان الفيتامين دال في الحاجات الأسئلة في المناعة موجود في الاكل بنسبة بسيطة موجود من اللي الجسم بياخده من اللي من التعرض للشمس وكان فيه ممكن حملات كتيرة جدا معمولة على ان احنا نعرض الولاد للشمس بس يعني الجلد يتعرض دايريكت للشمس مش اللبس يعني برا حتى في البلاد اللي فيها تلجأ قوي اول ما الشمس تطلع بيقعدوهم من غير اللبس عشان يتعرضوا للشمس ياخدوا الفايدة فيتامين دي بس دلوقتي بقى فيه حبوب فطر مدعمة فيتامين دي بقى فيه قلبان مدعمة فيتامين دي وطبعا الأسماك من الحاجات اللي فيها فيتامين دي موجودة للاكل بنسبة 20-30% بس ممكن يدينا فيتامين دي غير كده احنا بلد مش مصر اين مشكلة ان احنا نعرض الولاد للشمس اصنع لو عندي نقص في مخزون لازم ااخد ادوية ساعتها واتعرض برضو بالزبط واي حد فينا كبير وصغير دلوقتي يمكن اللي لاحظته من التحاليل اللي بتجيلي في العادات اكتر ناس عندها فيتامين دي مظبوط الناس الكبير سبحان الله من كترهم وهم حياتهم صحية وطبيعية ولهم بيطلعوا يعودوا في البلكونة ياخدوا الشاي بتاعهم ومش عارفة ايه وممكن يبقوا قاعدين في البيت براحيتهم ومن زمان هم متعرضين كده فيتامين دي عندهم قائز جدا لكن الاطفال لا بتتعرض للشمس ولا بتاكل اكل صحي فلازم الامات حتى لما يجيب اللبن ما يجيبهم مدعم بفيتامين دي عنده نقص حديد يجيبهم مدعم بالحديد واكلوا حاجات فيها حديد فطبعا فيتامين دي من الفيتامينات الاساسية في المناعة وابتقي من امراض كتير عليها ابحاث كتير كمانها بتقي من امراض كتير اما بيكون مظبوطة عندنا في فيتامين سي طبعا كلنا عارفينه والبرتقان والموسم بس يمكن اكتر من البرتقان فيه حاجات تانية احنا دلوقتي فيه موسم برتقان رومان فراولا كل الحاجات دي والجوافة كمان والجوافة كل دي غنيه جدا بفيتامين سي البقول الاكل بتاعنا الجميل اللي هو زي العدس والحمص والفول الملوخية السبانخ البامية بس كل الحاجات اللي من مصدر نباتي احسن نحط عليها عصرة لمون الحاجات اللي هي كمان فيها حديد نحط عليها الفيتامين سي بالمكس ده مع بعض بيخلينا نمتص الحديد احسن لان الحديد كمان عندنا قليل قوي الانيميا عندنا نسبتها عالية جدا عند الاطفال من قلة الاكل الصحي برضو يعني يمكن عند الكبار اللي بيأكلوا صحي عشان حكاية تشرب الشاي بعد الاكل احنا من الشعوب اللي بتشرب شاي بعد الاكل والشاي في مادة سمعت عنك أسد بتاعيق امتصاص الحديد بالنسبة الاطفال ما بيشربوش يمكن شاي بس بيكلوش تقريبا خضرات خالص يعني اخرهم الملوخية مثلا يعني اكتر الاطفال مش لازم السبانخ على فكرة احنا كنا كلنا السبانخ اساسي مش لازم السبانخ حديد موجود مع فيتامين سي كمان يعني مثلا الفراولة فيها فيتامين سي واحد شوية حديد الجوافة فيها فيتامين سي وشوية حديد الحاجات دي مع بعض اللي في الخضاط والفاكهة الطبيعية بتدعم امتصاص بعض بتخلي امتصاص بتاعها احسن كمان المأكلات الشتوية بقى يعني فيه اكيد هدف يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا بعض الحاجات في الشتاء وبعض الحاجات في الصيف زي البرتقان زي ما بنقول فاكهة الشتاء بورتقان فراولة والموز صحي كده دي اكتر فاكهة موجودة في الشتاء البقول بناخدها كتير قوي في الشتاء البقول زي ما نقول مليانة حديد ومليانة كالسيم ومليانة فيتامينز كتير جدا سلينيم حاجات كتير قوي بالدعم المناعة وفي نفس الوقت فيها نشويات صحية بأليف اللي بتشبع مدة اطول العتس بالضبط كده العتس من الحاجات الجميلة البطاطا البطاطا من الحاجات الشتوية الجميلة اللي انا بحبها جدا الوريات بيتعامل منها دلوقتي حتى البراونيز والحاجات المسكرة يعني لو الامهات دورت شوية الانترنت بقى مخالي الحاجات سهلة هتختار منها لو مش هناخد البطاطا ناكلها كده الوريات ما بتاكلش البطاطا كده يمكن احنا بنحبها لكن الاطفال لما تجيب لها بطاطا ما شوية عمرها ما حتاكلها حتى في ناس بتروح الجم بتستخدم البطاطا كيعني انوا من انواع النشويات الصحية وبتدي طاقة برافو عليكي ودلوقتي حتى بقى بيتعامل منها بقولك الكيكات البراونيز الحاجات اللي ولاد ممكن البانكيكس حاجات بدل ما تبقى صعرات فارغة ملاش اي فايدة ممكن تبقى كده البطاطا فيها ايه؟ اللي قلنا البرتقاني اللي موجود في البطاطا وفي المشبش وفي الجزر ده بيتعامل ايه وفايتامل ايه مهم جدا جدا للمناعة برضه وكمان مهم جدا لصحة الجلد واحنا قلنا الجلد هو خط الدفاع الاول للمناعة فالبطاطا من الحاجات الصحية جدا اللي ممكن تتعامل لصانية تتعامل زي ما قلنا تتعامل منها كيكة حتى دلوقتي فيه كيكة الكوس يعني الكوسة زي الكاروت كيك اللي احنا بتقولها فيه كيكة بتتعامل بالكوس يعني أسفا ممكن ندخل الخضار في صورة صحية وتبقى حاجة حلوة للولاد ونستخدم دقيق شوفان طب ليه دقيق شوفان أنا ابني مش رفاية مش حكاية رفاية أو تخين هو فيه نفس السعرات ونفس الطاقة حيديها باستمالي القشرة اللي موجودة اللي هي بنقول الحبوب الكاملة القشرة اللي موجودة على الضقيق اللي زي في العيش البلدي وفي الحبوب الكاملة وفي الشوفان فيها فيتامينات ومعادن بتأوي المناعة احنا نعمل فقر الطبخ لما عدت فننت كده في الأكل حاجات احنا ممكن نكون بنكونها عادي لكن لما هنعملها بشكل مختلف الأطفال هتحبه وتجربت يا محمد والله يعني فعلا تجربت أصلا كنت لأبحاث تمالي وإحنا بنذكر لنا إيه قدمي الحاجة للطفل لغاية 15 مرة بيقبلها لغاية يعني مرة 2-3-4-5 مش هيقبلها لغاية المرة 15 ممكن يقبلها فتماليكوا إنا زمان نقول إيه خدوا الولاد معاكم السوبر ماركت يجيبوا الخضار والفاكهة معاكم اشتريوا لهم الاطباق اللي عليها الكاركترز اللي بيحبوها حياكلوا فيها هم مبسوطين حياة القطاعات اللي بتقطع بصورة ظريفة على شكل قلب على شكل ورد اعملوا العنب والموز والبرتقان في صورة كلاون في صورة قطر في صورة كده الولاد بيأكلوا أو زي ما احنا قاعدين في الليفنج مثلا حطين مقارمشات مثلا حاجات تتخن وحمره ومعامل وفيها أملح كتير اللي رايح واللي جاي حياكل اللي بيحبه ولا بيحبش واللي ما بيحبش هيتعود لو حطين طبق فاكهة بصورة ظريفة اللي رايح واللي جاي بعد مرة واتنين وثلاثة ده اللي موجود وده اللي بناكله حنا نعمل زينا فتمالي الأب والأم أو البيت أيا كان اللي موجود في البيت مع الأطفال قضوة الأطفال بتقلد فدي مهمة جدا 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 حتى البطاطا بتتعامل شرب تبقى شربة بطاطا خطيرة فمش لازم ناكل البطاطا في صورة حاجة حلوة والحاجات اللي حدقة زي الكوسة ممكن يتعامل بيها حاجة حلوة ففعلا التنويع في الأكل إن احنا نعمل شوية مجهود وعلى فكرة أنا مع حكاية إن احنا نطبخ الحاجات بصورة ظريفة وسهلة وسريعة يعني أنا من نوع اللي عجبني سهلة وسريعة ده ما بدأت ولم يحبش أضيع وقت كتير في المطبخ وإنك دلوقتي مع الحياة السريعة والأمهات بتشتغل واللي ما بيشتغلش مع أولاده في التمرين أو عنده حاجات كتير ما حدش بقى فاضي عشان يقف في فن يقف 4-5-6 ساعات في المطبخ فبوصفات سهلة وسريعة جدا إن شاء الله العصايا يعني لست كنا بنتكلم على سموذي أو عصير للولاد اللي عندهم أنيمي أطفال لأن الأنيمية طبعا نسبتها زي بقول عالية جدا يعني أنسي أنك تأكلي لولاد البنجر وإحنا عارفين البنجر من الحاجات اللي فيه مضادة أكسادة عالية جدا بتزود المناعة والحديد بيزود المناعة لأن فقر الدم بيقل المناعة صح كده طيب عملنا عصير فراولة بالبنجر بالعسل أبيض وحطينا معها لبن طالح حاجة كده لونها أحمر قوي فمغري قوي للولاد طبعا البنجر طبعا مش بيين خالص الفراولة فيتامين سيفا بتساعد امتصاص الحديد فبقى مشروب صحي الضرب في الخلاط زي اي حاجة احنا متعودين عليها نعملها خدش وقت خالص فراولة وبنجر وعسل أبيض ولبن ولبن واجبة كاملة للولاد اللي حتى ما بتاكلش لونه مغري ليهم جدا فهو شكله عارفة أحمر ندحك عليهم مش حنقول لهم فيه بنجر عمرنا ما حنقول لهم كده بقيت واجبة غنية جدا بفيتامينية ومعيدن ومضادات أكسادة فيها الكالسيم اللي موجود في اللبن فيها العثل اللي بيزود المناعة واسماء عصير دي أحسان لي بكتير كواجبة عشاء من أمام ما اضغط عليه يأكل صندويتش جبنة صيحة وهو مش عايز احنا بنضغط على أولادنا كده ممكن نعمله بزبادي لو مش عايزين لبن لأن الزبادي برضو فيه البروبايتكس أو الخمائر المفيدة اللي بتزود المناعة احنا تملي بنقول 70% من مناعة جسمية اللي جاي من أمعقنا فالأكل الغلط كمان بيموت البكتيريا المفيدة اللي موجودها في المعدة فبالتالي بيقلل المناعة الخمائر دي موجودة مين لي في الزبادي أو الكفير أو الحاجات اللي هي الخمرية دي فيه زبادي بيبقى مدعم بالخمائر زيادة الخمائر دي بتتبع في صورة كابسولات ممكن طبعا ناخدها لكن طبعا أحسن زي ما قولنا خدها من المصادر الطبيعية ممكن ندعم زيادة بالأدوية أو المكملات بس أساسي ناخدها من كده فالزبادي ممكن نتعمل أنا بعمل به ساعات بحط عليه مثلا فاكهة طبيعية وعسل وعمل به الكريمة اللي بتتحط على البانككس أو الفطاير اللي 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 تحب تفطرها الصباح من غير ما ياخدوا بالهم من زبادي مش عايزين يأكلوا زبادي يعني الحاجات الكلاسيكية دي ممكن تتغير وندي الولاد الأكل الصحي من البيت أو كواكبة عشا وتبقى سماع حاجة حلوة مسكرة بدأ للشوكولاتة الكتير والحاجات اللي فيها سكر كتير زي ما أحاول تاني الأمات بتقلل المناعة الأكل المحمر الكتير بتقلل المناعة بتعرض الأولاد لأمراض أولاد كتير قاود الأولاد تتجي عندها مقاومة إنسلين وبوادر سكر وضغط عالي طب ضغط عليه في أطفال اللي دلوقتي من الملح الكتير من مقرمشات والسلصات اللي بنجيبها من بره مليانة صوديوم كل الحاجات دي غير إنها بتقدي الأمراض بتقلل المناعة برضو فالولاد زي ما حدرتك قلت بيبقوا عرضة أنهم على الطول بيلقطوا أي فيروس موجود فدي حقيقة طيب في بعض الأباء والأمهات أول ما بيدخل للشتاء بيجروا يدوا لولادهم أمصال في رأيك في الموضوع ده يعني ما فيش مشكلة لو المصل اللي في المصل واللقاح اللي نازل منه وزارة الصحة لأن للأسف كنت قاعدة مع حد بسيط فبيقول لي شفتي حدرتك يا دكتورة المصل اللي بيتاخد في الصيدلية تركيبة بيعملوها وده بنشوف كتير تحذير من وزارة الصحة بيبقى ليها أسامي كده غريبة الكوكتلات وحاجات غريبة الصيدلي بيعملها في المناطق الشعبية في الحاجات دي لغاية ما عملت مشكلة وفعلا وزارة الصحة بتدى التحذر فما فيش مشكلة خالص للأمصال دي بتبقى زي تطعيم ضد الكده تحسن شوية أن الناس اللي منعتها ضعيفة أو بتلقت برد بسرعة بس تبقى تحت إشراف وزارة الصحة أو تبقى من المصل واللقاح أو حاجات موصوق فيها عشان التراندز اللي بتمشي أو أي حد أخذ حاجة يروح للصيدلي اللي جنبه الحاجات دي غلط جدا ومؤذية جدا وعملت مشاكل صحية كبيرة جدا ففيش مشكلة فيها أنا بنشكرك طبعا شرفتيني ونورتيني ألف شكرا لك دكتور بروا نوح استشاريع تغذية العلاجية شكرا جزيلا لك شكرا لك يا دكتور اشتركوا في القناة